السلام عليكم عزيزي طلبة الصف الثالث متوسط اليوم لحنتحدث عن زمني أولا نبدأ بزمن الماضي البسيط نستخدم الماضي البسيط نستخدم الماضي البسيط لتحدث عن شيء صار بالماضي وانتهي في وقت محدد بالماضي الظروف الزمانية اللي نستخدمها بال Past Simple Tense هي a last, yesterday, or ago last مثل last year, last month, last week, last night yesterday, البرحة, or ago ten years ago, two years ago, ten minutes ago أدنى الفعل regular يقسم إلى regular نظامي و irregular غير النظامي الفعل النظامي regular verb نضيف لا-ed مثل play, played, help, helped, enjoy, enjoyed وأفعال منتهية ب-E, نضيف فقط D die, died, live, lived, love, loved الأفعال منتهية ب-Y والمسبوقة بحرف صحيح نقلب ال-Y إلى I ونضيف إيدي study, studied study يدرس, studied carry يحمل, carried قلبنا ال-Y إلى I وضيفنا إيدي try يجرب يحاول, tried marry يتزوج, married الأفعال متكونة من مقطع واحد one syllable وانتهية بحرف صحيح مسبوقة بحرف إلة نضعف الحرف الصحيح الأخير ونضيف إيدي مثل الفعل stop stop stopped travel يسافر traveled ضعفنا ال-L وضيفنا إيدي trapped trapped نضعف ال-P ونضيف إيدي عندنا ال-irregular verbs there are no rules for irregular verbs ما عدنا قاعدة للأفعال الشادة تحفظ ليس لها قاعدة مثل go صر went see saw eat ate write wrote عندنا ال-Verb to be ال-Am وال-Is صر was ال-Past are صر were ال-Have وال-Has صر had find found find يجد found fly يطير flew hide يختبئ hid ride يركب road send yourself sent meet يلتقي met say يقول said pay paid والكثير من الأفعال الشادة الأخرى بالنفي والاستفهام بزمن الماضي البسيط نستخدم الفعل المساعدة did هو past ما do does do does نستخدمهم بالمضارع البسيط بالنفي والاستفهام did نستخدمه بالنفي والاستفهام بزمن الماضي البسيط ناخد مثال I helped my father yesterday هيدا question بالسؤال نقدم الفعل المساعد ال did على الفاعل ال did اللي هو احنا هذا بقلبنا معرفة لأنه شون عرفنا من الفعل ومن الظرف اللي بنها هاية الجملة فالسر did الآية تحول إلى you بالسؤال did you help your father yesterday وعلامة الاستفهام طبعا الفعل يرجع إلى مصدره فعل مساعد فاعل الفعل مصدر وتكملة الجملة وعلامة الاستفهام مثال آخر هذا مثال جايب بالبكالورية طالب من عدن negative نفي مثال آخر أيضا بكالورية خالد verb be in our be last week correct the verb أنا منعرف أصحح الفعل من الظرف من الزمن منشفت last week معناته هذا ماضي بسيط فإذن خالد was in our be last week thank you for your attention dear